OBD2 DTC رمز المشكلة وصف إشارات مستشعر O2 التي تم تبديلها البنك 1 المستشعر 2 البنك 2 المستشعر 2 ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص هذا DTC هو رمز مجموعة نقل الحركة العام OBD2 يعتبر عاما لأنه ينطبق على جميع طرازات وموديلات المركبات 1996 1996 الأحدث على الرغم من أن خطوات الإصلاح المحددة قد تختلف اعتمادا على الطراز والطراز قد يشتمل مالك هذه العلامات التجارية على سبيل المثال للحصر BMW, Dodge, Ford, Crailser, Audi, VW, Mazda, Jeep, Elk باختصار يعني رمز P0041 أن كمبيوتر السيارة PCM أو وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة اكتشف أن مستشعرات الأكسوجين O2 بعد المحول الحفاز قد تبادلت الأسلاك يستخدم PCM للسيارة قراءات متعددة لمستشعر الأكسوجين لضبط مقدار الوقود الذي يتم حقنه في المحرك من أجل التشغيل الأكثر كفاءة يراقب PCM قراءات مستشعر المحرك وإذا كان على سبيل المثال يضع المزيد من الوقود في البنك 2 من المحرك ولكن بعد ذلك يرى أن مستشعر الأكسوجين في البنك 1 يتفاعل بيدلا من البنك 2 هذا هو نوع الشيء الذي يؤدي إلى تشغيل هذا الرمز بالنسبة إلى DTC هذا سيكون مستشعر الأكسوجين رقم 2 أو 2 تدفقا من بعد المحول الحفاز يمكنك أيضا تجربة P0040DTC في نفس الوقت هذا الرمز غير شائع ولا ينطبق إلا على المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أكثر من مجموعة من الأسطوانات البنك 1 هو دائما بنك المحرك الذي يحتوي على الأسطوانة رقم 1 الأعراض قد تتضمن أعراض رمز محرك P0041 مايلي مصباح مؤشر عطل MAL مضاء أو صلب ومض انخفاض قوة المحرك أو التشغيل الخشني الخمول زيادة استهلاك الوقود قد يتسبب رمز مشكلة P0041DTC في واحد أو أكثر من الحالات التالية مستشعرات الأكسوجين هاش 2 موصلات الأسلاك التي تم تبديلها من بنك لآخر على الأرجح مستشعرات أو 2 هاش 2 تم قطع الأسلاك وتلفها أو تقصير PCM الفاشلة أقل احتمالية الحلول الممكنة خطوة أولى جيدة هي معرفة ما إذا كان هناك أي عمل حديث تم إجراؤه في منطقة العادم وأجهزة استشعار أو 2 إذا كان هناك فهناك فرصة جيدة لأن السبب الأكثر احتمالا هو المشكلة أي موصلات الأسلاك المستبدلة لمستشعر أو 2 الثاني من البنك 1 إلى البنك 2 افحص بصريا جميع الأسلاك والموصلات المؤدية إلى مستشعرات أو 2 الثانية من المحتمل أن تكون هذه خلف أسفل المحاولات الحفازة انظر لترى ما إذا كانت الأسلاك سليمة وغير محترقة أو ملتوية وما إلى ذلك إذا كنت تعمل بنفسك يمكنك حتى محاولة تبديل موصلات الأسلاك بالأكسجين كخطوة إصلاح أولى ثم أمسح رموز الأعطال واختبار الطريق لمعرفة ما إذا كان الرمز يعود إذا لم تعود فستكون المشكلة على الأرجح ستكون الخطوة التالية هي فحص أسلاك أو 2 والموصلات في نهاية PCM عن كثب تأكد من أن الأسلاك في مواقع الدبوس الصحيحة التي تدخل في PCM وحزامها راجع دليل إصلاح السيارة المحدد لذلك كن على علم إذا كانت هناك أسلاك متبادلة أسلاك تالفة الإصلاح حسب الحاجة إذا لزم الأمر قم بإجراء اختبار استمرارية لكل سلك فردي من PCM إلى مستشعر أو 2 الإصلاح حسب الضرورة إذا كان لديك وصول إلى أدات مسح متقدمة فاستخدمها لمراقبة رسم بياني قراءات مستشعر أو 2 ومقارنتها بالمواصفات فشل PCM هو نوع من الملاذ الأخير وليس دائما ناسبا لم دي أي وي إذا فشل PCM فمن المحتمل أن تأخذها إلى فني مؤهل للإصلاح أو الاستبدال DTCS الأخرى ذات الصلة P0040